اذا كان انقطاع التيار الكهربائي عندك متكرر فاليك الحل في هذا الفيديو لحماية اجهزة الحاسوب والاجهزة الالكترونية في منزلك من الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي مرحبا بكم في قناتنا مونستر للمعلوميات في هذا الفيديو سنتحدث عن جهاز مهم لحماية اجهزة الكمبيوتر من انقطاع التيار الكهربائي والتقلبات في التيار إنه جهاز UPS والتي تعني وحدة التزويد بالطاقة غير المنقطعة فوائد استخدام جهاز UPS أولا حماية البيانات يساعد جهاز UPS في حفظ البيانات والملفات المهمة التي تعمل عليها في حالة انقطاع تيار الكهربية حيث يتيح لك الوقت الكافي لحفظ العمل وإغلاق الكمبيوتر بشكل آمن دون فقدان أي معلومات ثانيا حماية الأجهزة يحمي جهاز UPS أجهزة الكمبيوتر من التيار الكهربائي غير المستقر أو انقطاع التيار حيث يقلل من تأثير التقالبات الكهربائية الضارة على الأجهزة ثالثا تأمين الاستمرارية يوفر UPS للمستخدمين الاستمرارية في العمل والاستخدام العادي لأجهزة الكمبيوتر حتى في حالة الطوارئ مما يحسن من كفاءة العمل ويمنع فقدان الوقت والجهد وأخيرا الحماية من الارتفاعات والانخفاضات في الجهد يقوم جهاز UPS بتنقية التيار الكهربائي وتوفير جهد كهربائي ثابت وذلك حتى في حالة التغيرات المفاجئة في الجهد وهذا يساعد على منع تلف الأجهزة وتحسين عمرها الافتراضي ختاما إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر للعمل أو الأغراض الشخصية فإن جهاز UPS هو استثمار ذكي لحماية الأجهزة والبيانات المهمة ننصحك بالاستثمار في جهاز UPS عالي الجودة للاستفادة من فوائده الكبيرة في حال قطاع التيار الكهربائي شكرا لمشاهدتكم ونلتقي في مقاطع فيديو قادمة وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته